نتنياهو بيهدد السيسي بقصف أي شحنات أو مساعدات من مصر الأهالي غزة والسيسي بيرد بأكبر فوج مساعدات طبية وغذائية وبيحذر إن أي مساس بيها يعتبر مساس بالجيش المصري وده معناه أن ما فيش اتفاقية سلام والأمن القومي المصري في خطر بعد ضرب معبر رفح والسيسي قال سينا يتبقى بتاعة المصريين ينموت رئيس أمريكا ونتنياهو أعلنوا الهجوم البري سهيوني لقطاع غزة هيتم في قلال أقل من يومين المشكلة مش هنا المشكلة أن أمريكا هتدعم لما يتسموش بأقوى مقاتلات وأطقم حاملات طائرات الإعلام الأمريكي بدأ يمهد بالتدخل الأمريكي المباشر في فلسطين زي ما عملوا في إيران سنة 2001 يعني ينزلوا بجنود مضربة أمريكية في مواجهات مباشرة مع حماس عملية 7 أكتوبر اللقام بها المقاومة كانت السبب في أن أمريكا تدخل في الحرب والسبب كان إن في ضحايا أمريكان وأسر أمريكان كمان وأمريكا شايفاً اللي ما يتسموش عجزين عن الدفاع عن نفسهم وعشان كده بتدرس التدخل الفوري لحماية نفسها وحماية مصالحها والدنيا ولعت نار بعد اللي ما يتسموش ما ضربوا معبر رفح عشان يسهل دخول الفلسطينيين لسينة وده هدفهم من البداية هي سينة عن طريق التهجير وبكده يبقى ضربوا عصفرين بحجر واحد الأرض بقت ملكهم لوحدهم وسينة كمان بقى من حقهم يدخلوها وبعد كم سنة ده لو مش كم شهر يعملوا أي مشكلة ويحط إديهم عليها زي ما حصل زمان والكرسى جاية جاية بعد ما يحصل الغزو البري لأن أهالي غزة مش هيلاقوا مكان يروحوه خصوصا أن نتنياهو حذر أن الضرب هيكون في كل مكان وظهر مسؤول سهيوني نصحهم بأنهم يروحوا على سينة لأوا كمان من طيبة قلبهم وفروا عليهم عبور الحدود وضربوا معبر رفح وما بقاش قدامهم حل تاني يلموت تحت القصف يسيبوا أراضيهم ويبنوا بيوت ويعيشوا في سينة واللي ما يتسموش رجعوا الكلامهم عن الوطن البديل وبعد ما قادوا على الدولة اللي هم فيها الخطة الحالية هي مصر بس الحكومة المصرية وغضبالها كويس قوي من اللي بيحصل وفاهمين قصدهم وبيرسموا لإيه ولعبة استخدام أهالي غزة عشان يوصلوا عن طريقهم لسينة بقت لعبة مكشوفة قوي ووضحة زي الشمس ومصر وجهت رسالة قوية جدا وطلبت اللي ما يتسموش إنهم يفتحوا ممرات إنسانية أمنة لسكان غزة لأن ده واجب مصر بس في نفس الوقت حذرت من دفعهم ناحية الحدود المصرية بأي شكل من الأشكال يعني مصر بتقولهم خطتكم مكشوفة وأي محاولة أنك تدخلوا سينة بدل ما تسيبوهم في أراضيهم يبقى أنتوا كده فتحتوا أبواب جهنم على نفسك ومش هيبقى بعدها في سلام ولا اتفاقيات هتقولي ليه بقى هقولك لأن ده خطير جدا مش من ناحية خطتهم لتقسيم سينة لتلت دول بس لأ ده الموضوع أكبر من كده بكتير ده أنت كده بتتنزل عن سينة بإيدك ليهو لأن وقتها هيدخلوا ويخرجوا ويخربوا ويعملوا ليعملوا ويقولوا بنصف حسابتنا وتلاجكهم بقى وصهيانتهم مفيش أكتر منها طب ولو خدوا سينة يعني إيه اللي هيحصل طبعا مش هيستكفوا بسينة بس ده غير أن عن طريق سينة يقدروا ينهوا على الدولة كلها ومش هتعرف يكون في دولتك أمن وأمان تاني ولو رجعت بالزمن لورا هتلاقي أن الأراضي اللي هم عليها ما خدوهاش برضو مرة واحدة لا دي كانت جزء جزء وكله بالتلاكيك والصهيانة بيمشي والحد النهاردة رفضين يطلعوا منها مش كده وبس وكمان عاوزين يودوا أهلها الأصليين لسينة وتبقى مصر بقت جهزة ليهم على طبق من ده بس على مين ده رئيس سيسي قالها سينة للمصريين ولو مش ليهم يبقى الموت حسن لينا حفظ الله مصر بلد الأمن والأمان دائما وأبدا